السلام عليكم بخوة إن شاء الله تكونوا كامل بخير ورحبا بكم في هذا الفيديو جديد ولكن قبل بداية هل تنسوا الصلاة للحبيبين ومحمد صلى الله عليه وسلم على فضل الصلاة والسلام مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ورد بخلال رح شارك معكم أخر أخبار محترفين والمنتخب الوطني الجزائري كذلك أيضا عدنا مواضع في غاية الأهمية سنتطرق إليها إن شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو وأيضا رح نشارك معكم من سيكون جديد قائمة المنتخب الوطني الجزائري ابتداء من تربص شهر سبتمبر المقبل وعدنا أخبار جد مفرحة رح نتطرق إليها في هذا الفيديو فابقوا معنا وإذا كنتم تشاهدونا للمرة أولا رجاء لا تنسوا اشتراه في القناة وتفعي زر التنبيهات ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشال ميديا الاستغرام الظاهر أمامكم ما نطور شارككم للدخول مباشرة إلى صلب الموضوع اللي بدأوا بالخبر الأول واللي يتعلق بأولوبيات باريس والمشاركين الجزائريين في هذه الطبعة التي حاليا تقام في فرنسا وطبعا عزيزي كرام متكلموا بالضبط عن الملاكمة البطلة الجزائرية إيمان خليف أين في الفترة الأخيرة سمعنا نباح يعني الإعلام الغربي تجاه هذه اللاعبة واللي رأنا متأكدين بل أنه هذا النباح يعني ناتج عن خوف المتسابقين اللي رح يكونوا ضد إيمان خليف نقطة نعود للصدر عزيزي كرام إحنا نعرفه عزيزي كرام إيمان خليف واش قادر أتقدم فوق الحلبة والإعلام الغربي مادام أنه يتكالب حول هذه اللاعبة وذير حمالات ضد هذه اللاعبة هذا يعبر عن خوف يعني الإعلام الغربي وكذلك المتسابقين الغرب ضد إيمان خليف الجزائري واللي هي مرشحة إن شاء الله للفوز بالميضالية الذهبية في هذا يعني المسابقة أولوبيات باريس المهم بعد هذه الحملة الشرسة من الإعلام الغربي التفتت الجماهير الجزائرية وكذلك لاعبي الخضر واللجنة الأولمبية الجزائرية لدعم البطلة إيمان خليف والوقوف معها في نزالها غدا إن شاء الله وتقديم الدعم اللازم لها المعنوي في أولى نزالاتها في هذه البطولة أولا نتمنى لها كل التوفيق والحاجة اللي عاجبتني خاوت إيمان كليبش عليكم هو أنه رام حارتهم ورام عارفين أنه كل المتنزلات اللي راح يكون ضد إيمان خليف راح يأخذوا طريحة كبيرة بزاف فلهذا الإعلام الغربي راح يتكالب حول هذه اللاعبة ولكن عجبني أيضا ردت فعل الجمهور الجزائري وكذلك أيضا لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لدعم هذه البطلة فنتمنى لها كل التوفيق والتي ستكونها زي كرام يعني أولى مبارياتها غدا على الساعة الحادي عشر وعشرين دقيقة أما بالنسبة للمتسابقين الآخرين في الجدول يوم الخميس عدنا جواد صيود بالإضافة إلى بودرو مرامي وأيضا إلى كيليا نمور ورميساء معلام اللي نتمنى لهم كل التوفيق في هذا اليوم وطبعا بحديثنا عن ترتيب بطولة أولمبيات باريس من ناحية التتويج بالميضاليات عدنا الصين في المرتبة الأولى فرنسا في المرتبة الثانية اليابان في المرتبة الثالثة وأستراليا في المرتبة الرابعة والجزائر لحد الساعة لم تصنف لأنه انطناقت يعني متسابقين الجزائرين في أولمبيات باريس كانت كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع كل احترامة للجميع لأنه النتائج كانت مخيبة للأمال عكس توقعات لأنه كنت توقعها ولكن ما زال بقى المتسابقين دعونا نتفائل خيرا إن شاء الله يعني رح يقدموا نزالات ومبوريات في جميع النشاطات اللي متوجدة في أوروبية باريس تنولهم كل التوفيق وإن شاء الله يحقه عدد أكبر من الميضاليات ويعوضوا الانطلاقة التي كانت نوعا ما غير موفقة ما نطول شعليكم ننتقل حاليا إلى الخبر المولادة زي كرامو تكلموا عنها أخبار سوق انتقالات لاعبين محترفين ونبدأوا بالخبر الأول والذي يتعلق بشباب الوزداد أين رسميا فريق شباب الوزداد سير بأعلن عن تعاقده مع الحارس مصطفى زغبة خلفا لأليكسيس جندوز وطبعا بالنسبة لأليكسيس جندوز فقد غادر شباب الوزداد نحو إحدى الأن دياري الإيراني وودع زملائه بعد التتويجات المحلية التي حصدها مع النادي أما بالنسبة ليوسف بلايلي ها هو الإعلان الرسمي لصفقة هذا اللاعب من طرف نادي الترجي التونسي قادما من فريق مولودية الرزائر وصرحوا قائلين يوسف بلايلي مكشخ من جديد لمدة موسمين أما بالنسبة لجريدة The Athletic وأخر تقاريرها أكدت بلايلي أن وادفورد الناشط في الدرجة Championship في محادثات جد متقدمة مع نادي طرواء الفرنسي من أجل التعاقد مع الجزائري ياسر العروسي وطبعا الفريق الإنجليزي هذا حسب نفس التقرير يبحث لاتفاق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء اللاعب الزي كرم تم إعارته مؤخرا لنادي Sheffield United في الدرجة الأولى وها هو حاليا سيسقط إلى الدرجة الثانية إذا تعاقد مع نادي وادفورد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الانتظار هل سيوافق هذا اللاعب والإدارة الخاصة بنادي طرواء الفرنسي أم العكس أما بالنسبة لحسام الدين ميرزيق لاعب شباب الوزداد يلتحق رسميا اليوم بفريق دينامو وخشكالة الروسي قادما من فريق السياربي أما بالنسبة لمهدي لريس فقد تلقى هذا اللاعب عرضا رسميا من نادي بيزا الناشط في السياربي الإيطالية لكن فريقه ستوك سيتي حسب الإعلام الإيطالي يرفض فكرة بيعه في الوقت الحالي وطبعا ستوك سيتي عنده الحق عزيزي كرام لأنه اللاعب هذا يقدم مستوية كبيرة مع نادي ستوك سيتي فالتفرط في هذا الموهبة وهذا اللاعب نظرا للسن انتاعه رح يكون خسارة لفريقهم الناشط في درسة الشامبيونس شيب نتكلم عن ستوك سيتي أما بالنسبة لأدنى ديمير سبور حسب التقارير التركية فهو قريب جدا من التوصل لاتفاق مع سفيان فيجوري الذي يتواجد من دون فريق لحد الساعة وذلك بعد نهاية عقده مع نادي فاتح قارجونوك اللاعب هذا إذا انتقل إلى ذلك أدنى ديمير سبور الناشط في الدرجة الأولى من الدور التركي رح تكون صفقة ممتازة بالنسبة لي كرأيي الشخصي ورح يلتحق ببولوتينلي بالإضافة أيضا إلى يوسف عطال إذا فشل في التعاقد مع نادي مارسيليا والذي حاليا استفقى عزي كرام متجمدة في الوقت الحالي ممكن أنه يجدد العقد نتاعه مع نادي مير سبور إذا وجد نفسه في طريق مسدول لأن هذا الفريق عرض عليه تجديد عقده لمدة موسمين ننتقل حاليا إلى الخبر المولى الزي كرام والذي يتعلق ببيان رسم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم صادر اليوم أكدوا من خلاله أنه تم إلغاء منتخب صنف الرديف بداية من الموسم القادم وتعويضه بصنف أقل من 20 سنة والذي سيكون من مواليد 2006 و2007 فما رأيكم من تجمع صندوق التعليقات حول هذا القرار وإلغاء هذا الصنف من منتخبات المنتخب الوطني الجزائري منطور شاريكم انتقلوا حاليا إلى أخبار جديد المنتخب الوطني الجزائري وقائمة بلاديمير بيتكوفيتش الذي يسعى حاليا لضم لاعبين جدد إلى قائمته وضخط ماء جديدة في هذا المنتخب طبعا ما نروحوش بعيدة عزي كرام نتكلموا حاليا عن أمين شيخة أمين شيخة والذي حاليا ينشرط مع الفئات السنية الصغرى لمنتخب الدانيمارك والذي تم استدعائه مؤخرا وتم استبداله بحكم أنه صعد وحديثا إلى فريق نادي وكان معاهم في مرحلة التحضير للموسم الجديد إدارة نادي كوكنهاغن للفريق الأول رفضت التحق هذا اللاعب وتسريحه بمنتخب الدانيمارك يعني للفئات السنية الصغرى وبالتالي اللاعب لحد الساعة مازال ملعبش ولا دقيقة مع منتخب الدانيمارك للفئات السنية الصغرى ولا للفئات الأكابر وبالتالي عزي كرام حسب الإعلام الدانيماركي وكذلك أيضا تقارير إنجليزية أكدت باللي أن منتخب الدانيمارك متخوف من تمثيل شياخة المنتخب الوطني الجزائري طبعا في هذا المقال تكلموا عن ارتباط هذا اللاعب واسمه بفريق نادي موشستر يونيتد وأكدوا قائلين باللي أمين شياخة قد يضيف إلى خيارات يونيتد الهجومية في الدانيمارك وطبعا أكدوا قائلين باللي أنه يشارك أمين شياخة حاليا مع منتخب الدانيمارك تحت 18 سنة لكنه قد ينتقل للعب مع منتخب الجزائر في المستقبل وتأمر الدانيمارك أن يلتزم أمين شياخة بمستقبله الطويل الأمد مع المنتخب الدانيماركي وأن ينضم إلى مهاجمين أخرين قد يجدهم في فريق نادي موشستر يونيتد وإن انتقال أوبي مارتن وكذلك اهتمام نادي موشستر يونيتد بأمين شياخة يعني أن مستقبل هجوم الدانيمارك قد يتجه لصالح موشستر يونيتد في السنوات القادمة ونأمل أن يتألق كل من النادي والبلاد فهنا عزي كرام هذا التقرير بل يؤكد لنا بل أن منتخب الدانيمارك ما تخوف يعني أن هذا النعب يأتي مثل منتخب الوطني الجزائري بعد تصريحاته الأخيرة لأبدى تعلقه بالجزائر وكذلك تشجيعه للمنتخب الوطني الجزائري أنا بالنسبة لهذا اللعب كما قلت لكم سادقة رح يكون جديد قائمة المنتخب الوطني الجزائري عاجلا أم آجلا إذا لم يفضل التربص التربصات المقبلة ويجب أن يتأكد منه بطبيعات الحال وعطانا تلميحات كثيرة ولكن لا يقتر يصرح لأنه حاليا يلعب في الدوري الدانيماركي ونحب أن يتهمش ونحب أن يخسر المركز نتاعه الذي هو حديث فيه لفريق كوبنهاغن في الدوري الدانيماركي بالإضافة إلى المفاجأة الأخرى عزي كرام حسب تقارير فرنسية وكذلك محلية جزائرية من مصادر هذا داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكدوا بأنه رصويا تم تغيير الجنسية الرياضية لعاد العويشش إلى الجنسية الجزائرية والفاف استلمت يوم أمس نسخة من الجنسية الرياضية الجزائرية لللاعب هذه حسب تقارير محلية وكذلك أيضا تقارير صحفية أخرى محلية أكدت بأنه أن اللاعب فصدت تغيير جنسيته يعني كان تضارف الأخبار نعم أزي كرام والمصادر ولكن كلهم يتجهون في طريق واحد ويؤكدون أن هذا اللاعب يعني في صدت غير جنسيته أو أنه غير جنسيته وذلك بشكل رسمي ورح يكون جديد قائمة فلاديمير بيتكوفيتش ابتداء من شهر سبتمبر المقبل يعني هذا اللاعب سيبونها مع المتخب الوطني المزائر ورح يكون جديد الخضر مستقبلا وشاركنا معاكم ما يكون هذا اللاعب وشقدر يقدمه ما هي الإضافة اللا رح يقدمها للمنتخب الوطني الجزائري سابقا فلا داعي لاتكرار وحاليا نشارك معاكم عزيزي كرام من هم اللاعبين المتوقعين أن يكونوا جديدا للمنتخب الوطني الجزائري في الأيام القادمة عندنا عادل عويشش رسميا ههو غير جنسي انتعوا حسب هذه التقارير بالإضافة إلى أمين شيخة أمين شيخة رح يكون عاجلا أم أجلا مع المنتخب الوطني الجزائري ولكن وقتاش إكزاكت في أي تربص لا ندر لحد الآن ميتشال وايزر ممكن أنه رح يستغل فرصة غياب يعني يوسف عطال الذي لحد الساعة لم يجد أي نادي وكذلك أيضا هبوط كيفن غيطون إلى الرديف ممكن أنه فلاديميا بيتكوفيتش رح يستدعي هذا اللاعب ميتشال وايزر لإنقاذ يعني الضهير الأيمن في تربص شرس سبتمبر بالإضافة إلى رايان شرقي والذي سيعلم مستقبله بعد نهاية أولمبياد باريس بالنسبة لمايكل أوريز فهذا اللاعب حاليا بعيد كل البعد عن المنتخب الوطني جزائري ويستهدف منتخب فرنسا وحتى دي دي شامب يعني مستعد لاستدعائه في فترة التحضير في تربص شهر سبتمبر المقبل لتجربه هو وبعض لاعبي منتخب الأولمبي الذين حاليا يشاركون في أولمبياد باريس سنة 2024 فهذه هم اللاعبين المنتظرين عزي الكرام أنه رح يكون وجديد قائمة المنتخب الوطني جزائري يأما في شهر سبتمبر يأما في التربص الذي يليه لأنه بعض اللاعبين سيحسمون مستقبلهم يغيرون جنسياتهم ويعني رح يقوموا بالأمور الإدارية من الفيفا بعد أولمبياد باريس سنة 2024 الشيء اللي متأكد منه هو أنه العديد من اللاعبين رح يختاروا المنتخب الوطني جزائري وقد أعطى موافقتهم المبدئية باقي فقط التحرك ها هو أول اللاعبين اللي تحرك عدنا يعني عادل عويشش اللاعب وخريش أكاديميات باريسة جرمان على كل حال نتمنى أنه هذا الفيديو قد نال إعجابكم وقد أفدتم ولو قليلا وكان هذا الفيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام